في الصحف العربية وصلت يومية الأهرام المصر يهتمامها بتشكيل الحكومة الإسرائيلية فكتبت أنه بعد ساعات من التوصل لاتفاق بتشكيل حكومة وحدة تطيح برئيس الوزراء بن يامين نتنياهو خيمت الانقصامات السياسية والمخاوف الأمنية أمس على المشهد السياسي في إسرائيل وأشارت الصحيفة أن الموقف بات يذكر بسيناريو الانتخابة الأمريكية السابقة ويندر بمشاهد مشابهة لأحدث اقتحام الكونغريس ولكن هذه المرة دخل الكنيسة الإسرائيلي وفي ذات السياق كتبت صحيفة الدستورة الأردنية أخيراً أنجح يائر لابيد ونفتالي بنيت وجد عن ساعر مع أفغادور لبرمان في لملمة ائتلاف يمكنه الإطاحة بناتنياهو الذي تربع على عرش إسرائيل منذ 2009 وترى الصحيفة أن حكومة إسرائيل التسعة عشر انتشكلت وحصلت على ثقة البرلمان ستبقى مهزوزة ليس لأن لديها مواقف سياسية مختلفة بل لأنها أكثر ولاء وتطرفاً في رفض التعامل السياسي مع الشعب الفلسطيني صحيفة الوطن القطرية ترى أن الاحتلال الإسرائيلي يشهد حكومة جديدة دون بني من نتنياهو بعد أن أبلغ زعيم المعارض يائر لابيد الرئيس الإسرائيلي بتمكنه من تشكيل حكومة ائتلافية وأضفت الصحيفة أن إعلان لابيد جاء بعد حصولها على توقيع رؤساء أحزاب قتلة التغيير بما فيهم نفطالي بنيت مشيرة إلى أن أمام لابيد وائتلافه 11 يوماً للاتفاق على التشكيلة النهائية للحكومة لعرضها على الكنيست والتصويت عليها اشتركوا في القناة